شارك سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تضمنت مناقشات اللجنة جملة من الموضوعات التي من بينها رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي لمجلس التعاون وتعديل قانون براءات الاختراع بمجلس التعاون واختصاصات المكتب ومناقشة الدراسة المتعلقة بحماية الوكيل المحلي في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي هذا وتمت الموافقة على استحداث لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وعلى تعديل النظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري والموافقة على رفع المشروع المعدل للنظام الموحد لحماية المستهلك لمجلس التعاون وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر